بابا عبده جاي مع أهلنا معلومة حلوة تخلينا نفهم حاجة حلوة جميلة ما أجمل وما يعطينا يغريز العلم فينا ينير لنا الدور ويدخل فينا السرور حيكون معنا طول الشهر هو ولجين في صحبتنا بابا ها أنت ليه على طول بتقول يا رب صبرني صبر أيوب لأن سيدنا أيوب يا لجين يضرب به المثل في الابتلاء والصبر الشديد لأنه مرض مرضا شديدا ولم يبقى في جسده عضو سليم لكنه صبر واحتسب لسنوات طويلة وأخذ يدعو ربه أن يشفيه من هذا الابتلاء علشان كده يضرب به المثل الصبر على الابتلاء تعالوا محكي للقصة سيدنا أيوب يا لجين سيدنا أيوب هو نبي من أنبياء الله ومن أنبياء ابن إسرائيل وكان من زرية نبي الله إبراهيم عليه السلام كان يسكن في بلاد حوران في الشام وكان رجلا كثير المال يعني عنده مال كتير وعنده أولاد كتير وكان يملك المواشي والأراضي الكتير الوسعة وكان يعطف على الفقراء والمساكين والأيتام وكان يدعو أهله وقومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له وتزوج سيدنا أيوب من امرأة صالحة ذات دين ونسب عاشت معه فترة طويلة من الزمن في نعيم ورخاء وسعادة وأراد الله سبحانه وتعالى أن يختبر سيدنا أيوب ومن معه وأقصر الناس ابتلاء طبعا هم الأنبياء فجفت الأرض ومات الزرح ثم بدأت تموت المواشي والأغنام أمام عين سيدنا أيوب وبدأت أمواله تقل بعد أن كانت كثيرة وذهب كل ماله إلا القليل منه وبدأ أولاده يموتون هل يحتمل بشر هذا الابتلاء يا لجين؟ لا يا بابا صعب جدا لكن ابتلاء بما هو أكثر من ذلك أيضا يا لجين بعدما مات أولاده الواحد ثم الثاني ثم الثالث حتى مات أولاده جميعا ولم يبقى له ولد واحد مرض أي سيدنا أيوب عليه السلام مرضا شديدا ولم يبقى عضوا سليم من جسده إلا قلبه ولسانه ولكنه صابر ومحتسب يذكر الله سبحانه وتعالى ليل ونهار وطال عليه المرض عاش في مرضه سمانية عشر سنة علشان كده يضرب به المثل في الصب حتى اليوم ولكنه كان زاكرا شاكرا حامدا لله وطال عليه المرض حتى بدأ الناس ينصرفون من حوله كانوا يخشونه ويخافون منه وانقطعوا عن زيارته ولم يبقى أحد حوله لأنهم خائفون من العدوى فأخرجوه خارج المدينة ولم يبقى مع سيدنا أيوب إلا زوجته الوفية التي كانت تحبه وتقوم على خدمته وهي صابرة راضية بمرض زوجها وفقره ولكنها لم تجد مفر إلا أنها عملت خادمة للناس حتى تحصل على طعام لها ولزوجها وبدأ الناس يغلقون الأبواب في وجهها لأنها زوجة سيدنا أيوب خائفين أن تكون ناقلة للعدوى إليهم فلما أغلقت الأبواب في وجهها ولم تجد عملا تكتسب منه وتطعم زوجها قصت ضفائر شعرها وباعتها لامرأة غنية عشان تجي طعام لزوجها أيوب عليه السلام فلما عادت بالطعام لأيوب ووجد طعام كثيرا رفض أن يأكل حتى يعلم من أين جاءت بالمال والطعام وأقسم عليها أن تخبره فكشفت عن رأسها فرأى شعرها مقصوصا فبكى سيدنا أيوب وقال شاكيا إلى ربه رب إني مسني الضر ولحقني الهم والتعب وأنت يا رب أرحم الراحمين تجيب المضطر وتكشف السوء وتمن علي بالعافية فلما شك أيوب عليه السلام إلى ربه أوحى الله له أن يضرب الأرض برجلة فاستجاب لأمر ربه فخرج من الأرض ينبوع ماء فاغتسل منه أيوب عليه السلام فذهبت عنه كل الأمراض الخارجية التي كانت في جسده وشرب من هذا الماء فذهبت كل الأمراض التي كانت في بطنه وكان هذا هو العلاج الوحيد الذي هداه الله إليه فعاد سليما صحيحا كما كان ونزل عليه من عند الله جراد من زهب فراح يجمع هذا الزهب الكثير الذي كله بركة من عند الله فرجع إلى أيوب ماله كله بل أقصر لأنه صبر واحتسب وكان شاكرا وحامدا للا ربه وعاد إليه شبابه ورزقه الله أولادا كثير وعاش بعد ذلك سبعين سنة وكان هذا النبي الكريم هو أعظم مسر يضرب في الصبر على البلاء والشكر على نعم الله إلى يوم القيامة ولذلك استحق المدحم الرب فقصة سيدنا أيوب كلها بلاء وفتنة واختبار وصبر ثم نجاح ورفع مكانه ومنزلة عظيمة عند الله جزاء للصبر على الابتلاء والاحتساب اللهم اجعلنا من الصابرين الشاكرين ترجمة نانسي قنقر